خلونا أيضا ننتقل لمشاهدين عندنا خبر وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ومعاني وزير الصحة ورئيس مجلس أمنى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تخرجها مساء أمس عشرة آلاف خريج من برنامج البورد السعودي وأيضا برنامج الأكاديمية الصحية بمختلف التخصصات الصحية وذلك تحت شعار أكبر صورة زميلة نعهود انفاعي نقلت لنا أجواء حفل التخرج خلونا نشوف في هذا التقرير اليوم عشرة آلاف خريج في القطاع الصحي من البورد والأكاديمية يعملون بشكل دقوب يعون الله للارتقاب لخدمات الصحية اليوم يأتي هذا الحفل بعد أن توقف هذا الحفل مدة سنتين بسبب الجائحة اليوم محتفينا بكل الخريجين في جميع التخصصات المتعددة وكان من ضمنها تخصصات الأكاديمية والبورد السعودي وتخصصات متعددة يساهمون حقيقة في الوصول إلى المستهدفات المملكة في الوصول بعمر الإنسان بعون الله إلى 80 سنة ويساهمون أيضا في مكافحة الأمراض المزمنة ويساهمون في العلاج في تخصصات متعددة كنا سعيدين اليوم نشوف فرحة الأهالي ونشوف فرحة الخريجين بما حققوه وما حصدوه من التعلم الذي حصل في الجامعة وفي الزمالة وفي تخرج اليوم من البورد السعودي اليوم نحتفي تحت مسمى أكبر صورة اليوم نجمع أكبر عدد من الخريجين في تاريخ الهيئة في برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية حوالي ما يقارب 10 ألاف خريج تقريبا في هذه البرامج من تخصصات كثيرة مختلفة يتخرجون اليوم ونسعد بهم جميعا تخصصات متنوعة برامج البورد السعودي تعتبر برامج متعددة تخصصات يعتبر البورد الوحيد في العالم الذي يجمع كل منظومة التخصصات الصحية داخلها في تخصصات مختلفة في الطب والجراحة وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المختلفة أكثر من 155 تخصص كلها تتخرج اليوم في حفل كبير في برامج البورد السعودي يوم فخر عظيم أن نحتفل اليوم بتخرج 9500 خريج من خريجي برامج هادة البورد السعودي وأكاديمية الصحية يوم بعد يوم سنة بعد سنة رحلة عمرها 30 عام مليئ بالفخر والإنجاز واللهم لك الحمد والشكر احتفالنا اليوم هذا احتفال بإذن واحدنا حد إن شاء الله يتبعه احتفالات بمنجزات خريجين البورد السعودي وزمائة الخريجين في العوام المقبلة بإذن الله نفتخر خلال مسيرتنا من 2017 بتخريج أكثر من 24 ألف بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي وأكثر من 100 شريك توظيف و250 جهة تدريب فخورين جدا اليوم فخورين برحلة الإلهام اللي نشوفها على وجه كل الخريجين وما إنما هذا يشكل أحد أهم الأسباب اللي نسعى يوما بعد يوم للعمل عليها من أجل تحسين ورفع كفاءة الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية الحمد لله في البداية نخريج جامعة ملك سعود كلية الطب بعد دراسة سبع سنوات والإله الحمد بعد ذلك نضميت لبرنامج طب الأطفال وختمته والآن الحمد لله نخريج قلب أطفال وتخصص دقيقة أيضا أشعة قلب أطفال واجدنا والحمد لله ومتشوقي كلنا إن شاء الله نكون في مجال العمل ونختم البلد هذا والمرضى والشعب السعودي كامل شعوري والله ما ينوصف يعني ما توقع توصل هذه المرحلة بس ولله الحمد الحمد لله قدرت أن أوقف مع زملائي في هذا المكان نحن من ناحية أننا كمواقسين صحيين تعنينا الفرحة هذه كثيرة وتتويج لنا على العطاءات التي قدمناها حنا ولازلنا نقدمها إن شاء الله بحكم عملنا طبعا والله الفرحة غير لأن أنا تخرج عام كورونا 2020 فهذه أول تخرج لي بالنسبة لي يعني الحمد لله يعني والله شعور أكثر من رأي الحمد لله رب العالمين اللي وفقنا وتخرجنا ونشكر هاي التخصصات نشكر وزارة الصحة على هذا الحفل الكريم والحمد لله إن شاء الله نتوظف نرفع رأس وطننا وأهلنا إن شاء الله تخصي كان أحيا فتحت لنا هاي التخصصات الصحية فرصة أننا ندخل في المجال الصحي فالحمد لله أننا اليوم خريجة تخطيط قلب شعور جدا جميل لما أنا ما ينوصف حصاد السنوات بعد رحلة سبع سنوات من الطب وأربع سنوات من التخصص الحمد لله حصل لنا الشرف حضور هذا الحفل الجميل والكريم والشكر موصول لقيادتنا الكريمة والموصول لحية التخصصات الصحية اشتركوا في القناة